موسيقى موسيقى بإجمال أن هذه صغر التي قمت بها قمت بها قمت بها أحد قمت بها تحفظ بعض الأمور صراحة مثلا intentionally قمت بها أيضا أن تصل وكشفه عن القائل وينبغي أن يواجه هذا القائل بكل ما ينبغي أن يواجه طبعاً الأخ الأمياء عند رأي آخر هو يقول بأنه لا مصطحة في تلقيف هذه الأمور والمحتي فيها والدهن فيها بعيداً هو ما يقال بأنه مبال الأفواق وهذا يكفي أن الإسلامية أرى أنه مبغي أن ينبغي أن نضع اللقاء فيها وبالمناسبة أنا نقيف كل شيء وأنا العامة لا أقول أنه كل ما يمكن أن يقوله بعضنا في بعض خاصة المستوائيين من بدل هذه الأمور لأنه إذا كان لديك شيء ما كان من سوء صحيح فإن نريد انتخاذ قارات الملئمة إذا كان لديك شيء غير صحيح فإن نريد انتخاذ قتل إزم لأن دائماً لدينا خطأ فيها معينة حتى لو تعلق الأمر الوزير بالحكمة نعم حتى لو تعلق الأمر الوزير حتى لو تعلق الأمر الرئيس الحكومة كان قل لكم حتى ولو تعلق الأمر الرئيس الحكومة كين عندنا مسائل التي تتعلق بموالي سلطاته وصلاحيته لا دخل حزب الفعل ولكن كين عندنا مسائل أخلاقية التي لا يمكن السقوط عليها مثلاً هذه المشكلات الخيانات من الخيانات ولا انبهطاح ولا التواطئ هذه مسائل لا تحتاج إلى أن نجعل الأمر الرئيس هذا المسائل لا يمكن أن نجعل الأمر الرئيس حتى لديك أخذني لا تستعبئ لك عنك أخذني قل يالله هذه الصدميذ لا يمكن شيء أخذيك حتى أصدر براغه الذي قال بأنه شيء فقط افتعال في بعض وسائل الإعلام بعجلة مقاعدة كذلك فأنا كنقول بأنه الوزراء ولقية الحد ليست منزعاً أخطأة إطلاق وأنا شخصياً يبقى لي شيء أخطأ أكيد أن أخطأت أكيد ومن ذلك الذي يفضل؟ ولكن لقيت لي غشيت لقيت لي أني توطأت لقيت لي أني خنت لقيت أني تقامت أنا مستعد وأقول لكم أن أخضع الحساب الشديد وأقول لكم من الآن احتشي أخ من الحاضرين من الذين يسمعون شيء وأريد أن يحاسبني أنا مستعد لكن صراحة لا يمكن أن أخضر وأنا لا يمكن أن أخضر لكم أن يوصف لها إلا إلا كانت فيه لا يمكن أن يكون لا يمكن أن يكون أخضر 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 وأنا أقول لكم أن قوة العدوة التنمية هي هذه وأشدد على ما تقدم به السيدة ملعان في كلمتين رائعة كلمة مؤثر كلمة موجهة كلمة رائدة كلمة موجهة وضعتها من هذه الحروف وهذا الموضوع والأمور هي هذه المشكلة وإلا فأنا صفقت له من كل قلبي أنه كان صراحة كبير كعادثي وكان رائح كعادثي يعني كل مسائل يمكن أن يكون مراحل أي إنسان هنا أمناك في خيطابه من المجلس الوطني من المتخوضين ولكن المجلس الوطني أفصح بشكل واقع أمناك كما كان دائما صراحة كانت مدخلات عن العموم مقفولة مقفولة جيدة لكل نتوءات في التعبير الذي كانت هنا لم يكن أي حاجة بالعكس سأقول لكم الشرطان شرط نحن يتطفق الأمام العامة أن ما يهم الحزب سيجيب الأمام العامة وغيراً وغيراً وما يهم الحفومة سيجيب الحفومة وغيراً وغيراً كنا راضين صراحة على كلمة الأخرى الحفومة التي كانت سلون وما شفش حاجة توجد الحفومة والنقات تقريباً إذاً ما جوبشي جواب بإسهال لأخ الأمام العامة أعطى الإطار العام الذي أثّر النقاش وصراحة لم يكن شيء واحد يمكن أن يزيد عليه لأن كل ما يمكن أن يقال في حزب مسؤول وفي سياق صعب قال نحن 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 أنه الأمام وهو رئيس حكومة المرحلة الصادقة وهو رئيس الحكومة المرحلة الثانية الذي يسمى إحفاؤه إذاً كثير من الأمور تدور حول المرحلة التي حدثتها بشخصة إذاً كلامه ليس ككلام لديه لديه واحد خاص على مستقبل هناك بعض المشاكل هناك تجمع هناك تخوفات هناك توجوزات ولكن أنا أقول لكم الآن بالحكمة المعروفة على حذب وقيته سيتم متجاوزة إذا كانت شيء يعني أمور التي هي على كل حالة غير متوقعة وهذا ممكن في جميع تجمعات البشرية أولاً إن قادنا ما أعتقد أن الموضوع في حغارات الساعة نكون حاجة ممكن ونغير كل شيء مسؤال المسؤال الأول هي أن السياة المعروفة هي أن السياة المعروفة إنسان متفرد إنسان متميز أن لا تشبه لا تشبه ولكن أيضاً الكلام الله شيء طبيعي شيء طبيعي إذاً طبعاً السياة طبعاً مساء حرق السنين في كلها بالمواقف حدثت العقود إلى أربعة العقود والسعب إلى في جميع التجمعات واللقاءات لا يخلو ذكره من واحد من أنا شخصاً كنت أنتميز من 96 إلى رابطة المستقبل السنين وقبلها إلى وإلى 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 ولكن حمار بعيد عن حركة الإصلاحات والجديد وكان دائماً إلى وطريحة المواقف تهز وعنده صراحةً خصار خصار متفردة مرة أخرى لم يتمكن ريكا بشار وعند أخطاء وكما أخطاء وكما إذا لما يدعفق مرئاس الحكومة لما ترى بأن مرئاس إمين عبد الناس سيختلف شيء طبيعي بعض سيقول لأن أخي أخي أعبد أنا سأخبرك أنا سأقول لك بعض أشياء رأيك عبد السعاد إله أكثر من سنة دينا رأيك قلت السعاد إله أكثر من سنة دينا أقول لكم قلت ليه في 2015 في نوبينوك لما أصبح هذا المظهر إذن لا أريد أن أعود إليه الثانية أسوأ ما يمكن أن يواجه حزب عبد السنة وهذه اللي أقول لكم هو أن يصبح نقاشا وهذه المرحلة المهمة في مرحلة استقبال المؤتمر يعود إليه عن الأشخاص نحن إليه إليه أن يكون على مرامج المشاريع الأفكار هذا هو الحزب صراحة أنا صراحة معي بها السؤال السؤال أنا أقول لكم لا أريد أن أكرس هذا الشيء أنا أقول لكم أنا أقول لكم أنا أقول لكم لأنني أقول لكم أنا أقول لكم أنا أقول لكم لأنني سأكرسوا نفس لما سأللي أنا فنتظرنا وهي تكريس النقاش حين الشخص